الكبيرة الرابعة ترك الصلاة قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب ثم قال المصنف رحمه الله الكبيرة الرابعة تركوا الصلاة والصلاة عماد الدين الصلاة عماد الدين وهي أعظم أركانه بعد الشهادتين وهي أحد مباني الإسلام العظام وترك الصلاة كبيرة من كبائر الذنوب وموبقة من الموبقات بل إن تركها كفر بالله عز وجل على ما سيأتي ذكر الدلائل على ذلك عند المصنف رحمه الله والمصنف هنا أخذ يسوق الأدلة الكثيرة من القرآن على خطورة ترك الصلاة والتهاون بها والتكاسل عن فعلها وأن هذا من الذنوبة الكبيرة والآثام العظيمة ومن يترك الصلاة هو على حالتين إما أن يتركها جاحداً لوجوبها وجاحداً لفرضيتها وأنها فريضة من فرائض الإسلام فهذا كافر باتفاق أهل العلم من ترك الصلاة جاحداً لها فهذا كافر باتفاق أهل العلم والحالة الثانية أن يترك الصلاة ليس جاحداً بل هو على علم بأنها فريضة وأنها واجبة وأن الله عز وجل يعاقبه على تركها ولكنه يتركها تهاوناً يتعمد وتركها تهاوناً واتباعاً لأهوائه فهذا فيه خلاف في كونه كافر والصحيح من أقوال أهل العلم أنه كافر للأدلة الواضحة الصريحة في ذلك وقد ساق المصنف جملة منها تأتي معنا قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً إلا من تاب هذه الآية فيها أن تارك الصلاة يلقى يوم قيامه غي وقيل إنه واد في جهنم نعم وقال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وهذا أيضاً فيه التهديد للتارك للصلاة والساهي عنها بأن له ويل قيل هو العذاب الشديد وقيل هو واد في نار جهنم وقال تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين وهذا فيه أن أهل النار عندما يسألون ما الذي أدخلكم النار ما الذي سلككم فيها وأصلكم إليها فيكون في أول إجاباتهم ترك الصلاة قالوا لم نكن من المصلين وقال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وهذا فيه أن الصلاة عهد على المؤمن يجب أن يوفي به وأن يحافظ عليه وأن يلتزم به وأن لا يتركه وفي الحديث التنصيص على أن تارك الصلاة كافر وقال صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر حبط عمله وهذا أيضا واضح في أن ترك الصلاة محبط للأعمال من فاتته صلاة العصر حبط عمله وقال بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة وفي بعض الفاض الحديث بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة وهذا صريح في كفر الساحر والشرك والكفر معرفا لا يأتي إلا مرادا به الشرك الأكبر والكفر الأكبر الناقل من الملة فهذا من أصرح ما يكون في أن تارك الصلاة كافر بالله والحكم هنا متعلق بالترك ليس بالجحود قال بين العبد وبين الشرك تركوا الصلاة لم يقل جحدها جحدها هذا كفر آخر لكن هنا الحكم متعلق بترك الصلاة والجحد أي شيء من أمور الدين المعلومة من الدين بالضرورة حتى وإن لم يكن تركه كفرا يكون بذلك كافرا بالجحد أما هنا الحكم معلق بالترك نفسه وعنه صلى الله عليه وسلم قال قال من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله قاله مكحول عن أبي ذر ولم يدرك وهذا الحديث أيضا من الأدلة على كفر تارك الصلاة قال من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ذمة الله أي أمانه وعهده للمحافظ على دينه بالحفظ والعون نعم بالحفظ والعون فمن ترك الصلاة عمدا برئت منه ذمة الله وهذا من الأدلة على كفر تارك الصلاة لأنه لو كان باقيا على إسلامه لكان له ذمة الإسلام لكان له ذمة الإسلام فحفظ الله وكلاءته ورعايته بما عنده من الإسلام لكن برئت منه ذمة الله أي ليس له هذه الذمة التي من الله عز وجل تفضلا وتكرما على عباده المسلمين نعم فقال عمر رضي الله تعالى عنه أما إنه لا حظ لأحد في الإسلام أضاع الصلاة وهذا فيها أيضا دلالة على كفر تارك الصلاة وأنه لا حظ له في الإسلام وقال إبراهيم النخعي من ترك الصلاة فقد كفر وقال أيوب السختياني مثل ذلك نعم وروى الجريري عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا غير الصلاة أخرجه الحاكم في المستدرك وأخرجه الترمذي دون ذكر أبي هريرة وهذه بعض الآثار عن السلف في كفر تارك الصلاة وأن هذا الحكم شائع بين الصحابة ومشهور بينهم كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا غير الصلاة نعم وقال ابن حزم لا ذنب بعد الشرك أعظم من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها وقتلي مؤمن بغير حق نعم وروا همام قال أخبرنا قتاده عن الحسن كلام ابن حزم هذا ممكن أيضا ناخذ منه فائدة في مسألة الترتيب وأن كان الذهبي لم يلتزم فيما يظهر في قضية ترتيب الكبائر ترك الصلاة مقدم على قتل النفس نعم وروا همام قال أخبرنا قتاده عن الحسن عن حريث بن قبيصة قال حدثني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر حسنه الترمذي وهذا يبين لنا مكانة الصلاة في الدين ومنزلتها وأنها أول الأعمال التي يحاسب عليها يوم القيامة وأيضا فيه فائدة أن صلاح الصلاة صلاح للعمل وفسادها فساد للعمل إذا صلحت قد أفلح وأنجح وإذا فسدت خاب وخسر فهذا فيها مكانة الصلاة من الدين وأنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة وقوله أول ما يحاسب عليه أي من حقوق الله وما افترضه على عباده أما فيما يتعلق في حقوق العباد فقد مر معنا الحديث أول ما يقضى بين الخلائق يوم القيامة في الدماء فهناك فيما يتعلق بحقوق العباد وهنا فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله متفق عليه نعم وعن أبي سعيد أن رجلا قال يا رسول الله اتق الله فقال ويلك ألست أحق أهل الأرض أن أتق الله فقال خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه ألا أضرب عنوقه يا رسول الله فقال لا لعله أن يكون يصلي متفق عليه قال لا لعله أن يكون يصلي هذا هو الشاهد من الحديث وفيه توضيح لما سبق في الحديث الأول فقد بريت منه ذمة الله من لا يصلي أما الذي يصلي فهو في ذمة الله من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله فلا يخفرنكم الله من ذمته بشيء الذي يصلي فهو في ذمة الله والذي لا يصلي بريت منه ذمة الله ولهذا قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم لا لعله يصلي فالذي يصلي هو في ذمة الله وروا أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يحافظ على الصلاة لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاه وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف وأبي بن خلف ليس إشناده بذات ثم أورد هذا الحديث في مسند الإمام أحمد والحديث عبد الله بن عمر بن العاص وفيه أو أوله قال ذكرة الصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف أي أنه يحشر يوم القيامة إذا لم يكن محافظا على الصلاة مع صناديد الكفر وأعمدة الباطل ورؤوس الضلال يحشر معهم فقوله من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة نورا أي في طريقة وفي سيدة فالصلاة نور تضيء للعبد الطريق ويهتدي لكل خير بصلاة وبرهان أي على إيمانه وصدق دينه وصلاح دينه واستقامته على طاعة ربه فالصلاة برهان برهان على الإيمان وإذا انتفى البرهان انتفى الإيمان الذي هو جعلت الصلاة برهانا عليه والصلاة برهان وبرهان ونجاة يوم القيامة ونجاة يوم القيامة أي من عذاب الله تبارك وتعالى فالصلاة نجاة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة ثم إنه يحشر مع صناديد الكفر قارون فرعون هامان أبي بن خلف قال بعض أهل العلم ذكر هذه الأسماء لأن الشواغل عن الصلوات عند الناس متنوعة منهم من يشغل عن الصلاة رئاسة وزعامة فهو بهذا مع فرعون ومنهم من يشغل عن الصلاة ماله وثراءه وتجارته فهو مع قارون ومنهم من يشغل عن الصلاة مثلا وزارته وما إلى ذلك فهو مع هارون مع هامان وهكذا فالشواغل عن الصلوات قد تكون الرئاسة قد تكون الزعامة قد تكون أمور وكيفما كان فترك الصلاة سبيل لأن يحشر الإنسان مع هؤلاء وأن يكون لا نجات له يوم القيامة وهذا الحديث سناده حسن كما بيّن ذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مواضع من كتبه ومنها مجموعة مجموعة فتاوات قال وهذه النصوص تشعر بكفر تارك الصلاة قوله رحمه الله وهذه النصوص تشعر بكفر تارك الصلاة نعم بعضها شأنه كذلك يشعر بكفر تارك الصلاة وليس صريحا لكن فيها ما هو أدلة واضحة وصريحة فقوله تشعر هذا بعضها أما عدد منها فهو واضح وصريح بأن تارك الصلاة كافر ومن أوضحها قوله عليه الصلاة والسلام بين العبد وبين الشرك تارك الصلاة وغير مما مر معنا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار متفق عليه ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث والسنة يفسروا بعضها بعضا ويبينوا بعضها بعضا فهذا الحديث يوضحه الحديث الذي قبله أمرت أن أقاتل الناس وقد أورد المصنف أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني جماءهم وأمالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله وكذلك الأحاديث التي مرت معنا مصرحة بكفر تاركي الصلاة نعم فمؤخر الصلاة عن وقتها صاحب كبيرة وتاركها بالكلية أعنى الصلاة الواحدة كمن زنى أو سرق إذ تركوا كل إذ تركوا كل صلاة أو تفويتها كبيرة فإن فعل ذلك مرات فهو من أهل الكبائر إلا أن يتوب فإن لازم ترك الصلاة فهو من الأخسرين الأشقياء المجرمين هذه محاولة من المصنف رحمه الله لتقريب هذا الأمر وتوضيح حكم تارك الصلاة باعتبار من يترك بعض الصلوات أو يترك كثيرا منها فهذه محاولة ولكن الأوضح مثل ما مر معنا في الدلائل الواضحة المصرحة بكفر تارك الصلاة وحتى أيضا من يتعمد تأخيرها خلافا لما أمر الله عز وجل به إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الذي يتعمد لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس الذي يتعمد أن يوقت منبه الساعة على الدوام الوظيفي في الساعة السابعة صباحا فيستيقظ في هذا الوقت ويصلي فما يتعلق بدنياه لا يخرمه ويضبط وقته تماما وما يتعلق بحق سيده وربه ومولاه لا يبالي به ويتعمد تأخيره الوظيفة قد لا يضبط عليه في سيرته الوظيفية أنه تأخر عن الدوام دقيقة وأما الصلاة التي يحق الله تبارك وتعالى على عباده فعندما ينام في الثانية والواحدة ليلا يضع المنبه على السابعة صباحا يعني بعد طلوع وقت الصلاة هذا تعمد بخلاف الذي يضع المنبه على وقت الصلاة ويثق الرأسه وحريص على القيام هذا أمر آخر مع أنه إذا كان مستديما لهذا الأمر فهو على خطر عظيم ويخشى أن يكون من المتهاونين في أمر الصلاة ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله للكلام على كبيرة أخرى ترجمة نانسي قنقر